موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين إلى أين تتجه الأوضاع في سوريا إلى حرب أهلية أم دولية ما هي أفاق الحل في سوريا بعد التأزم الحالي هل التفجيرات لمواكب عشرائية في العراق وأفغانستان بعيدة عن الأوضاع في المنطقة والتوتر الإيراني مع أكثر من طرف أما في مصر هل فوز الإسلاميين في الجولة الأولى من الانتخابات تبشر بالتأسيس لمرحلة ديمقراطية أم أنها انقلاب عليها وما هو تأثير نتائج الانتخابات على الدستور الجديد وكيف وإلى أين ستقود بوادر مواجهة بين الجيش والأخوان المسلمين حول الدستور وصلاحيات البرلمان في اليمن حكومة جديدة تعتمد على الجيش فيما يتجاهلها الشارع هل تستطيع هذه الحكومة فتح باب الخلاص وتجنيب اليمن الأنزلات نحو الأسوأ في الجهات الأربع نناقل شاتئ المحاور مع ضيوفنا معنا ستيفن هايدمن نائب الرئيس والمشرف على مبادرات الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام معنا أيضا أرون ديفيد ميلر كاتب أمريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط وليث كوبا مدير برنامج الشرق الأوسط والشمال أفريقيا في المؤسسة الوطنية للديمقراطية في واشنطن ومعنا أيضا عبدالوهاب الكبسي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة أنا سوف أول شيء بنرحب بكم أهلا وسهلا مساء الخير سوف أبدأ مع أرون ميلر من واشنطن أرون ميلر أنا أرحب بك أهلا وسهلا في الجهات الأربع نبدأ بالمحور الأول وهو الحدث السوري لسيء مع المقابلة التي أجرها الرئيس السوري بشار الأسد مع شبكة ABC الرئيس الأسد ينفي مسؤوليته عن أعمال القوى الأمنية برأيك أرون هل الأسد يحاول أن يميز نفسه عن النظام أم ماذا كيف يمكن أن يفسر أرون ميلر موقف الرئيس الأسد مع باربرا والترس لا أستطيع أن يفسر موقفه ولا أعلم إذا كان له صلاة بالوضع الحالي الواقع الأوسع في سوريا واضح إما أنك سترى المزيد من القمع أو تغيير في النظام وهو مسألة وقت بالنسبة لي قبل تغيير النظام أن يحدث ويبدأ وقد يكون يستغلق الأمر بعض الوقت قبل سقوط بيت الأسد ولكنه سيسقط وسواء الأسد لديه يواجه نفس مصير قدافي أم صدام هذا أمر غير واضح حتى الآن ولكن يبدو لي أن هذا العام أو العام القادم بالتأكيد في العام القادم أو ربما بعد القادم سنشهد تغيير ضخم وبينما سوريا تتحول إلى شيء آخر بشار الأسد هو رجل الماضي عاش في الماضي حيث عندما كان يعيش في الحاضر وليس لديه مستقبل لا أظن أنه له صلة بالوضع الحالي والقرار ستتخذ من قبل أعضاء الأسرة وربما ليس من قبله هو شخصيا أرون عندما تتحدث وتقول أنه ليس له صلة بالوضع الحالي هل يعني أو هل يعكس أن هناك تباينات أو خلافات داخل أطراف النظام في سوريا برأيك قد يكون ذلك ولكن أعتقد أنك حتى ترى انشقاق داخل وسائل أدوات السلطة الجيش والاستخبارات داخل العائلة يبدو لي أن الأسد يقتبس سطراً من الماضي الثوري الأمريكي سام آدمز قال أنك إما أن نشنق جميعاً أو نشنق بشكل منفصل بمعنى أن إما أن يقوم البريطانيون بشنقنا أم لا أعتقد أن الأسد يحاول البقاء قدر الإمكان تحت الظروف الحالية ولكن يبدو لي أن الوقت مسألة وقت فقط وحتى ينهار هذا المنزل أعتقد أن هذا الحدث يكون أكبر حدث فيما يتعلق بالربيع العربي باستثناء ما حدث في مصر بالطبع أبقى معي أيرون ليس برأيك المقابلة هذه أخذت الكثير من الأخذ والراد في الأعلام خدمت النظام في سوريا المطلوب من المقابلة كان أن تخدم النظام بالطبع شو كانت النتيجة برأيك أنا أعتقد رهان النظام أنه طالما يبقى هو في موقعه وإن كان يخسر أوراقه كل يوم بالنسبة لهذا أقصى ما ممكن أن يطمح إليه بل والستراتيجية اللي هي تتتبع الور في الحراك السوري أطراف المعارض بكلها بمجموعة المشكلة استراتيجية يعني الأنظار تتجه إلى الأسد لكي يقدم حل هو حل الوحيد اللي كان يقدمه ولا يزال يقدمه الآن إذا لابد من حوار يجب أن يتم الحوار مع المنظومة الحالية لأسباب عديدة ما عندهم خيار آخر الاستراتيجية المقابلة تسعى إلى ثلاث أوراق أما ضغط لتحريك تدخل عربي أجنبي أمم المتحدة لكن تستعين بشيء خارجي وأعتقد هذا الرهان أعتقد طريق مزدود لأنه أغلب التصريحات تقول الدول بما فيها تركيا لا للتدخل لا للتدخل باستثناء الجامعة العربية أو زيادة هذا الضغط حتى يحصل تحريك للجيش على وجه التحديد وهناك من يقول أن الجيش هو جزء منظومة الدولة يعني التركيبة الأخيرة لا يمكن زحزحة الجيش لكن قد يمكن تفكيكها مثل ما تجري بعض المحاولات الآن أو المسألة الثالثة أو الأخطر هي موضوع التفكك التدريجي للدولة وبداية تفسخ سوريا وإنبعاث حرب أهلية البقاء العاصمة خارج حركات الاحتجاج إلى حد ما أو إلى حد كبير هل يعني أن النظام طالما العاصمة لم تسقط النظام لا يسقط لا أنا كما قلت البعض لدي هذه الصورة أنا أعتقد إحنا الكل وصلين إلى نقطة لا يمكن إرجاع قارب الساعة للوراء لا يمكن لهذا النظام أن يبقى السؤال الآن ما هي الخطوات المحتملة للخروج للانتقال وطبعا في أفق اللي أعتقد النظام في سوريا يصر ويطمح عليه أنه بالتفاوض يكون معا أيا كانت شكل هذا التفاوض والآن في الرؤية الثانية اللي تقول لا ما في شيء واحد يتفاوض عليه يصير تصعيد أما تحفيز تدخل خارجي أو تحريك وضع داخلي طبعا كما قلت الخطورة الوحيدة من هذا السيناريو الوحيدة أنه في نهاية الأمر إذا لا سمح الله بدأت ديناميكية أو فتيل لشيء أشبه ما يكون بحرب أهلية من تجربة العراق على وجه الخصوص متى ما يتحرك هذا الوحش أو هذا الغول يعني تخرج عن سيطرة أي من اللاعبين هذه تاخد ديناميكية وحياة خاصة فيها تغذية خارجية تغذية داخلية إلى آخره ستيفن حسب أرون ميلر وكرر ذلك أكثر من مرة حتى في هذا البرنامج أنه ما فيش حل وسط بسوريا برأي دائما أن أما النظام ينتظر أما النظام يسقط أنت تشارك في هذه الفكرة أعتقد أنه من الصعب مكان تخيل مصار لبقاء نظام الأسد وفي نفس الوقت لم لست مستعدا أن أذهب إلى البعد الذي ذهب إليه آرون بأن نسقوط النظام شيء حتمي لو سقط النظام سيكون بسبب الانخراط المستدام من المنطقة ومن المجتمع الدولي على شكل عقوبات اقتصادية وضغط دبلوماسي وضغط متزايد لوضع مراقبين على الأرض وضغط مستمر لإرغام النظام على سحب قواته من المدن التي يهاجم فيها المدنيين ولن يحدث شيء طالما هذه الحزمة الشاملة تكون في حالة استدامة السؤال هو إلى أي مدى يمكن للقاء على هذا التحالف قائما ولأي مدى يمكن لهذا التحالف أن يتعامل بشكل واضح وكفر للضغط على النظام العرب أو الجماعة العربية سحبت بيانها بأنها ستحيل سوريا إلى مجلس الأمن ومقابل قبول نظام الأسد بمراقبين على الأرض هل من الممكن أنه لو قام السوريون بتنازلات تكتيكية للجامعة العربية سنرى كتلة الدعم الخاصة بتعليق عطوية سوريا وأيضا العقوبات تبدأ في التآكل وماذا بعد ذلك؟ ما الذي استفعله تركيا لو تركت دون حماية الجامعة العربية أو غطاء الجامعة العربية فيما تعلق بساستها مع سوريا؟ هذا تحالف وإتلاف وهو يواجه أيضا ضغوط في استدامة الكفاءة والسياسات الكفعة باتجاه سوريا وبدون هذا الإتلاف أعتقد أنه علينا أن ندرك أن هناك إمكانيات للنظام أن يبقى عبدالوهاب أنت توقع توقع سوريا البروتوكول غدا في اجتماع لمجلس الوزراء الخارجية العرب للبحث بهذه القضية إذا وقعت سوريا البروتوكول ماذا ينزل؟ توقع البروتوكول هو استجابة لضغوط عربية والموضوع موضوع ليس داخلي سوريا بالنسبة لجامعة الدول العربية موضوع إقليمي ظهور رئيس بشار الأسد في رأيي مع باربرا واترز في المقابلة في رأيي كانت مهمة جدا هي تعكس قلق عند بشار الأسد وعند من حول بشار الأسد للضغط الدولي المقابلة في الـ ABC لم يكن لجمهور سوري التلفزيون السوري يعرض يوميا والراديو السورية والصحف السورية هو لجمهور دولي يعكس في نفس الوقت ضغوط داخلية على بشار الأسد يبدو أن هناك تصدعات داخلية يبدو أن هناك انشقاقات سواء على المستوى السياسي في القيادة السياسية السورية سواء على المستوى العسكري هناك انشقاقات إلى حد عشرة ألاف جندي هناك انشقاقات على المستوى رجال الأعمال الذين هم حول بشار الأسد الآن بدأت هذه الانشقاقات تظهر فبدأ هذا التصدع فهناك قلق كبير جدا في رأيي من داخل منظومة الحكومة السورية أنه يجب التعامل الآن مع المجتمع الدولي ويجب التعامل مع جمع الدول العربية هل سيعكس هذا توقيع للبروتوكول؟ قد يكون ذلك إنما ما يثيرني في الموضوع هو ما تحدث عليه الأخليث عن السيناريوهات الممكنة والسيناريو الأخير هو سيناريو خطير جدا وإذا لم يكن مماثل لما حصل في العراق سيكون له شخصيته السورية كما رأينا ما حصل في تونس شخصية سورية ومصرية ويمنية وليبيا ما يحصل لنا في سوريا سيكون له شخصية سورية منفصلة لكن انهيار الاقتصاد السوري الآن الذي يحصل بشكل يومي والحصار الذي سيحصل على سوريا أيضا من تركيا من المجتمع الدولي من جماعة الدول العربية سينعكس سلبا كبيرا جدا أنا من هنا سألتك إذا وقعت سوريا على البروتوكول ماذا يعني؟ أول شيء التوقيع يعني رفع عقوبة صح أب لا؟ نعم نعم التوقيع السوري على البروتوكول لن يعكس فقط موافقة على حضور مراقبين إنما سيعكس أيضا سيعكس أيضا دور سوريا الإقليمي في ذلك إذا رضيت جامعة الدول العربية وخاصة دول مهمة في جامعة الدول العربية بذلك فسيخفف الضغط على سوريا وليس مجرد يعني الأهداف هي أهداف إقليمية ليس قد أهداف سوريا داخلية أتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة أولى نعود بعدها وسوف أعود إلى أرون ميلر في سؤال إذا ما كان كلام الرئيس الأسد الموجه إلى المجتمع الغربي أقنعه أم لا؟ إنما بعد الفاصل من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع وإلى أرون ديفيد ميلر أرون ميلر أنت برأيك إذا صح أن الهدف كان توجيه رسالة إلى العالم الغربي إلى الخارج ما هي الرسالة التي وجهها الرئيس الأسد إلى الغرب سأقول ذلك مرة أخرى بقدر الإمكان بإضاح لقد قرأت نص المقابلة ولم أشاهد المقابلة ولكن بالنسبة لي تقتبس من كلام هؤلاء موتى يتحدثون كما يقال في السلم الأمريكية نحن لا نلاحظ حقيقة واضحة هل سيبقى النظام أم لا بمعنى أن الأسد سيبقى في الحكم الصورة والواقع ومصدقية سوريا وقدرتها على تقديم قوتها في الخارج وقدرتها على التأثير على النزاع العرب الإسرائيلي وعلى حزب الله وحتى علاقتها مع إيران وغياب صلاطها مع الغرب وضغوط الاقتصادية والعقوبات فكرة أن أجزاء من البلاد لم تعد محكومة كل هذا يتيح أو يوضح أنه حتى في نهاية اليوم وفي نهاية المطاف تتعيش في عزلة إذن القضية ليست متى سيسقط النظام لأسد أو سيضعف السؤال هو مسألة وقت قبل أن يحدث ذلك وهناك سؤال صعب وهو ما هو ما يمكن الآخرين أن يفعلوه خارج سوريا للإسراع بهذه العملية سوريا كما عرفناها تحت نظام الأسد غير موجودة السؤال هو إلى أي مدى سيستغرق الأمر لجلب هذا الواقع الجديد وما الذي يمكن المجتمع الدولي أن يفعله للإسراع في هذا الأمر في النهاية على الرغم من خوفي وخشتي من الحرب الأهلية الواقع هو أن نظام الأسد كما علمناهم على الرغم أنهم جزء من نظام استقرار في منطقة وجلبوا بعض الهدوء في لبنان كل هذا الأمر انتهى إذن السؤال هو كيف يمكن أن نسرع من هذه العملية وأن نجلب هذا اليوم ابقى معي أرون ستيفن على ضوء مقاله أرون ميلر يعني ما يمكن للخارج أن يفعله السؤال المطروح أنه وزير الخارجي الأمريكي هيلاري كلينتون لم تجتمع بالمعارضة السورية خلال مدى تسعة أشهر أكثر من مرتين ماذا يعني لك ذلك مرتين فقط تسعة أشهر فقط مرتين وهذا ربما يعطي نوع من الاعتراف بالمعارضة بعض الشيء ويشدد أيضا على مصلحة الولايات المتحدة في دعم تطور البديل الجيد لنظام الأسد وأيضا أهمية ظهور ظهور معارضة قادرة على التواصل مع السوريين لأن هذا هو الجمهور الذي يهم المعارضة التواصل مع السوريين وعطائهم رؤية للمستقبل تقنع من يشارك في الانتفاضة ومن يقف في المنتصف أن يمكنهم أن يحققوا مكاسب من خلال الانخراط في هذه الانتفاضة فشل المعارضة حتى الآن في تقديم حجة تقابل حجة الأسد بأنهم لو سقط النظام الأقليات ستتعرض إلى نزاع طائفي وأن سيكون هناك نزاع طائفي على رغم أننا نرى علامات ذلك الآن هم يستخدموا هذه الحجة وتهديد الصعود الإسلامي لجعل من غير مقتنع بالمعارضة في أن يبقى في جانب النظام إذن من خلال مقابلة المعارضة الوزيرة كلينتون هي من جانب ترسل رسالة إلى الأسد تقول له نحن ننخرط مع المعارضة ونعتقد أنهم المهم أن ندهمهم وتقول أيضا رسالة إلى المعارضة أن لابد أن تنظموا أنفسكم وعليكم أن تطوروا رؤية المستقبل تظهر للشعب السوري أنكم بديل شرعي وذو مصداقية فإذن أهمية هذا الأمر هامة للغاية أضيف على النقطة هذه يعكس أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى دورها دور منسق مع دول المنطقة أيضا تعمل مع تركيا وتعمل مع منطقة العربية السعودية وتعمل مع الدول الأخرى وليس دور أحادي النقطة الثانية نتكلم عن المعارضة وكان نهجيها واحدة الولايات المتحدة تعرف أن هناك اشقاقات كبيرة داخل المعارضة حتى المجلس الوطني السوري فيه شخصيات جيدة وفيه شخصيات قد لا تريد أن تربط نفسها معها فلا تريد أن تعطي ترجح كفة أحد الأجنحة ضد الآخرين فأنا في رأيي إلتقاء لقاء من وزير الخارجية الأمريكية مرتين مع المعارضة السورية بين قوسين هو مهم جدا واعتراف بهذه المعارضة وتقوية لها ظاهر أنه لا يسمع مش ليه وفه لا أنا أعتقد بالموضوع بالموضوع الآله يتحدث عنه عبدوها لهذا أقول يعني يجب أن نسأل أول مرة السؤال الرئيسي وهو هل تملك أمريكا فعلا رؤية واستراتيجية واضحة في التعامل مع ما يجري في الشرق الأوسط عموما ومع ما يحصل في سوريا خصوصا سؤال أنا أعتقد برأيك أنت كمراقب للسياسة الأمريكية أنا أعتقد مو فقط في رأيي كثير من المراقبين يرون لنقول هناك ضعف في السياسة الأمريكية في تعطيها مع هذا الملف الحساس لأنه ولد ولد بشكل سريع أظهر كما ذكر ستيف ظهور إسلاميين خصوصا بعد الفوز السلفي في مصر وهذا كل يزيد الضغط في هذه العاصمة على الحكومة وعلى صانع القرار ماذا تفعلون أنتم في المنطقة وحينما تتطلع إلى أجوبة واضحة أنا أسمع إلى هليري كلينتون وأسمع إلى رئيس أوباما ويعني فضلا عن الموقف المبدئي العام نحن نؤيد الديمقراطية نحن مع الانتقال السلمي نحن لها كلها عبارات عامة يعني الكل يتوقع من أمريكا كدولة لها مصالح استراتيجية في المنطقة أن تكون لها سياسة أكثر وضوح محددة كيف يعني أكثر شو التعبير الممكن أن تستعمل لتعبر عن موقف التعبير أو فقط ليس تعبير الأداء ما هو هي تأتي يعني رزم وحدة من التصريحات والمقابلات تجمع المفردات تحاول تقرأ ما هي السياسة أنا أرى أنه السياسة أقرب ما تكون إلى رجود فعل ومحاولة اللحق بركب الأحداث أكثر ما هي قيادة الأحداث أريد أن أخذ تعليق من أرون على هذه النقطة بزي أرون موقف أمريكا أو رؤية أمريكا من الأحداث لسيما أريد أن رأيك هل لديك رؤية واضحة بالنسبة للحدث السوري أعتقد أن التوجه الأمريكي واضح وانتقل من أن سوريا أكبر من أنها تسقط وبالنسبة لأي رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون سوريا كانت تمثل إمكانية رائعة وهذا لم يتغير حتى الآن سوريا ليست أكبر من أن تقع والأمريكيون الآن يحاولون أن يحددوا طبيعة هذا السقوط وهل ستكون هناك انتقال يمكن أن يتجنب أو يؤدي إلى تجنيب النتيجة الفضيعة التي يمكن أن تصاحب حرب أهلية فيما يتعلق بما ذكره ليس لا أتفق مع ما ذكره من أن المشكلة في السياسة الأمريكية هي أنها تفتقر إلى التعبير أو الأدوات الواقع هو أنه لا يوجد دولة لديها استراتيجية يمكن أن تتعامل مع التغييرات التي رأيناها في المنطقة نحن كنا في العراق وفي أفغانستان منذ عشر سنوات وأطول حروب في التاريخ الأمريكي ولدينا الآلاف من الرجال والنساء على الأرض ومليارات وتريليونات أنفقناها في هذه الحروب وأنظر إلى ما حققناه إذن فكرة أننا ستؤثر على مصار السياسي للأحداث في عدة دول في منطقة مثل الشق الأوسط وهي في وسط التغيير وتحاول أن تملك مستقبلها هل هذا سيكون جيد أم لا لأعلم ولكن العرب يمتلكون مستقبلهم الآن فكرة أن الولايات المتحدة ستكون لديها سياسة يمكن أن تغير بشكل كبير مصار الأحداث أعتقد أنه هذا به بعض استزاجة لدينا مصالح ونحاول أن نحققها وفي بعض القضايا نقوم بعمل جيد وفي بعض القضايا لا نقوم بعمل جيد ولكن التوقع هذا البلد فيما يتعلق بالمنطقة التوقع من أمريكا كبير أكثر من اللازم ستيفن أنا أريد أن أرون نفس السؤال أريد أن أرون أريد أن أختصار جديد أعرف جيد نظرك لإلك هل سياسة أمريكية تجاهل سوريا توافق مقالة أرون أم لا هناك تغير حقيقي بالسياسة الأمريكية باتجاه سوريا نحن غير مستعدين أن نصدق أن بقاء نظام الأسد هو يحقق مصلحة الاستقرار على المدى الطويل أو النفوذ الأمريكي في المنطقة لقد غيرنا موقفنا في هذا الأمر تأخذ السؤال ليس بموضوع قبل أن نختم الموضوع السوري برهان غليون قال كلام حول إيران وحزب الله وحماس البعض يقول أنه كلامهم بمعنى أنه سيكون لنا موقف من إيران ومن حزب الله ومن حماس براية الكلام متسرع أم هو رسالي للغرب لها أهداف محددة واضحة أنا أعتقد بعد قال أنه كلام أنه تسرع برهان غليون رئيس المجلس الوطني بهذا الموقف من إيران وحزب الله شو رأيه أنا أعتقد يعني طبعا لو كنت أنا مكان برهان غليون أعتقد أرى جيدا أن نجاح المبادرة العربية نجاح الضغط السياسي على سوريا يقتضي تغيير ما في موقف إيران وحزب الله والعراق وهو طبيعي أنا أعتقد طبيعي أن يوجه ضغطهم السياسي على إيران وعلى العراق وعلى حزب الله لأنه يعلمون جيدا أن سوريا حاليا النظام يتنفس من خلال من هذه الرئة فطبيعي أنه يضع شيء من الضغط هذا مفهوم طبعا مش متسرع بتلاقي لا المفهوم التصريح الإعلامي هل كان ممكن يأدي بطريقة أفضل ممكن كان يأدي بدون إعلام بزيارات يمكن ممكن قد يأدي الدور أفضل لا أعتبروا هذا موقف للمجلس الوطني السوري هذا موقف برهان غليون يمثل رأي برهان غليون وواضح برهان غليون نعرف من برهان غليون ونعرف طريقة حديث برهان غليون لو كان موقف المجلس الوطني السوري لا أخذ بموازين أخرى لكن أنا تحدث برهان غليون بسوة رئيس المجلس لا يزال المجلس الوطني السوري الآن لديه فيه عدة اتجاهات لديه فيه عدة أطراف يمثل عدة قوى معي قبل الفاصل نصدقي أن هذا بيان هام سياسيا لدعم الغربي ولكن هذا له ثمن سياسيا فيما يتعلق بكيفية تلقي هذا الأمر ضمن صفوف المعارضة وفي داخل سوريا حيث فوجأ الناس بمثل هذه المواقف أنا سوف أتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة ثانية نعود بعدها إلى التفجيرات التي حصلت في العراق وأفغانستان إنما بعد هذه الاستراحة فأبقوا معنا من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجهات الأربع التفجيرات ضد المواكم الشعية في أفغانستان وفي العراق برأيك خارج سياق الحدث الإقليمي هناك توتر إيراني هناك توتر في الرد على إيران والمواقف الإيراني كيف يقرأ ليث كبا هذه التفجيرات؟ طبعا هو بدون شك مسألة محزنة جدا أنا أعتقد أكبر من موضوع الاحتقانات السياسية التي حصلتها في المنطقة أنا أعتقد هذه الآن تعكس يعني مرحلة أو حالة مجتمعية تقريبا تعم المناطق التي فيها يعني حضور شيعي كبير في احتقانات طبعا الأنظمة السياسية والحالة السياسية تزيدها السوء ما قاعدت تعالجها فيه بدون شك ضعف أو قلة نضج من الزعماء الدينيين من الزعماء الحركات السياسية وبدون شك ضعف أجهزة الدولة يعني الدولة ضعيفة في أفغانستان والدولة ضعيفة في العراق وهذا الضعف يترك مجال بالتحديد لتنظيمات القاعدة التي تجد بدي يكون أكثر دقة البعض يقول أكثر من مراقب قاعد أنه قد تكون هذه التفجيرات في العراق وفي أفغانستان معا هي نوع من رد على ما يحصل في أرجاء سوريا ضد من النظام ضد المحتجين السنة وبمعظمهم من السنة أنت تشوف هذه الصورة أم أنا مبيلاك تشوف الاحتقان أو التوتر أو الاستقطاب مسألة موجودة في المنطقة بين يعني أغلب الطوائف وتتفاوت في درجة الاحتقانات اللي يحصل الآن تفجير لهذه الاحتقانات الطرف الوحيد اللي احنا نعرف يعمل بشكل ممنهج بالتحديد لتفجير هذا موضوع الشيعة والسنة بشكل دمه هو القاعدة وفعلت بشكل ممنهج ذلك في العراق وفعلته في الباكستان سأل عندي سؤال سأل عن الموضوع في العراق عمال إجرامية بس لما تشوف أسباب السياسية فيه قلق من أقلية متطرفة من نمو شيعي في البلد وهيملة شيعية على السياسة في اليمن أيضا نرى هجوم على الشيعة لأنه فيه نمو شيعي جديد فيه هوية شيعية جديدة زيدية في حدر اليمن لكن في أفغانستان الهجوم على الشيعة الأفغانيين في هذه المرحلة ليس هناك حضور شيعي ليس هناك نمو شيعي سياسي أنا أضيف على ما يقول عبدالوهاب بنقطة أنه حركة طالبان نفت مسؤوليتها تبلع هذه إشارة أو ما هي ما هي مؤشرات ستيفن كيف تقرأ نفي طالبان أنا أرى هذا الأمر بشكل مختلف يبدو لي أن هذا غير مفاجئ نحن نقترب من الانسحاب الأمريكي من العراق وهناك عناصر متمردة تريد أن تختبر قدرة الدولة العراقية على الاحتفاظ بالأمن وتستخدم الشيعة للهجوم ضدهم في مثل هذا الأمر لا أظن أننا يجب أن نبالغ كثيراً في هذا الأمر هناك أطراف لديهم مصلحة تؤدي إلى الاستقطاب وهو الآن تريد أن تحاول أن تعلم إلى أي مدى يمكن أن تقوم بمثل هذا النشاط وأن تسعى إلى هذه الأجندة أجندة الاستقطاب لنظرة لأفغانستان الأمر مختلف لم نرى مثل هذا العنف الطائفي في أفغانستان من قبل لم يكن هناك هجمات تستهدف الشيعة في أفغانستان هذا أمر غير شائع لدينا تاريخ العداوة بين إيران وطالبان ومن الممكن أن هذا الأمر كان تعبير عن توتر ظاهر بين فصائل من طالبان وإيران إيران عملت بشكل كبير لزيادة نفوذها في إيران إلى أفغانستان أرسلت أموال لبناء المساكن والمدارس إذن هناك أسباب تدعو الاعتقاد بأن الشيعة الأفغاني يمكن أن يصبح استهداف مستهدفين من قبل طالبان ولكن لا داعي لمبالغة في هذا الأمر أكثر من لازم أستمع إلى رأي أران ديفيد ميلر بهذا الموضوع نفي طالبان هل يعني لك شيئا محددا أران بهذا الشأن لا أعتقد أن تحليل ستيف جيد هناك قوس يبدأ ليس فقط من التوتر في العراق ولكن كون أن هناك فراغ سيظهر بعد الانسحاب الأمريكي من العراق من إضافة إلى شيء آخر وهو غياب السلطة والسيطرة المركزية لحكومة قادرة على تقديم للمواطنيها سواء في العراق أو في أفغانستان تقديم الأمر الذي يحتاج إليه الناس وهو قبل أن يفكروا في أي شيء مستقبل أمني أو اقتصادي وهو الأمن بدون الأمن لا يكون لديك أي شيء ويبدو لي أن هذا الأمر سيكون أكبر تحدي في العقد القادم فيما يتعلق بالجهد الأمريكي الذي أتى بتكلفة عالية يعادة صنع وعادة خلق هاتين البلدين إلى شيء يمثل ما يقارب الاستقرار في النهاية بعد سؤال لا يسكب بهذا الموضوع فقط قبل أن ننتخل إلى الموضوع المصري ثم الموضوع اليمني المالكي سمعناه يتهم سوريا حتى كاد أن ينقل الموضوع إلى الأمم المتحدة واتهمها بتفجيرات داخل العراق أين تبخرت اتهامات المالكي واليوم نرى إلى حد ما أن المالكي يدعم النظام في سوريا طبعا جواب الجزء الأول هذه سياسة يعني كل مئة وثمانين درجة تحول هذا صحيح يعني فيه تحول بالسياسة جزئي إنما هذا تحول شبه كله لأنه حاليا بما فيها العراق تحسب المواقف السياسية بمردوداتها المباشرة على من يملك السلطة وهو ليس سر أن هناك خشية في العراق من إذا الوضع ينهار أكثر في سوريا أو يكون هناك نظام آخر بديل هذا رح يعكس صداع على توازنات موجودة في العراق توازنات قوى موجودة في العراق هناك الآن حاليا قلق من أنه قلق عند من في العراق؟ لن نكون أكثر وضوحا من يقلق من سقوط النظام في سوريا من الأطراف العراقية؟ إذا تتحدث كما قلت بالاستقطابات اللي موجودة حاليا داخل العراق اللي هي الأحزاب عندنا الحاكمة مستقطبة طائفيا يعني معروف هذه أحزاب دينية شيعية هذه تكتلات من السنة هذه تكتلات من الأكراد ومعروف أن أيضا هذه التكتلات والتوازنات تعتمد في علاقاتها على الجيران وهذا أيضا ليس سر وبالتالي أي تغيير في موقف الجيران كل ينعكي الصداع على الوضع الداخلي ففي حسابات داخلية تحسب وأيضا في حسابات دولة حسابات أمنية يعني هناك قلق نعم كان هناك تبادل ملفات وكان هناك لعب بالنار في موضوع المسلحين لكن كان لعب محكوم الآن أكو خشية حقيقية إذا ينفلت الوضع تكون هناك حركة غير محكومة بأي طرف هذا ما يدفعني إلى سؤالك إذا أمعنت أو استمرت حكومة المالكي بدعم واضح لنظام السوري لنفترض ذلك السيناريو ألا تعتقد هذا قد يؤدي إلى عودة الأمور في العراق إلى المربع الأول بمعنى أن تعود انتفاضة سنية ضد أنا طبعا العراق يعني هو ليس بلد صغير يعني بلد تحكم معادلاته وبعد ما خاض ثمان سنوات من صراعات داخل العراق صح لم يستقر الوضع كليا لكن أعتقد في درجة نضج أعلى من السابق ليس بالدرجة الكافية لكن أعلى من السابق فأنا مكثير قلقا على هذه التداعية أخر نقطة جميل واحدة مستعجلة بالإضافة إلى ما تحدث عن الدكتور ليث هناك أيضا بالإمكان نظريا أن يكون للعراق الآن دور إقليمي بسبب ما يحصل في سوريا العراق هي غيبة غياب كامل من دور إقليمي من 2003 الآن وجود الوضع في سوريا ووجود العراق بين جامعة الدول العربية وبين سوريا يعطيها دور إقليمي أقوى من مكان من قبل ويعطي العراق تأثير أكثر من مكان من قبل فهيمكن مالكي يلعب هذه الورقة أريد أنتقل إلى عندي بعد ملفين حقيقة ملف مصر وملف اليمن سوف أعود لك في الموضوع اليمن ستيفن الجولة الأولى من الانتخابات بمصر انتهت النتائج واضحة جدا البعض يقول سؤاله محدد هذا ليس سؤالي هل ينبغي أن ننتظر أربع سنوات أخرى أن نتأكد أن مصر دخلت في المسار الديمقراطي أعتقد أننا سنستطيع أن نجيب على هذا السؤال قبل ذلك بكثير ويعتمد الأمر على سلوك الأحزاب السياسية الناجحة في الانتخابات حيث تنتقل إلى الحكم وأيضا سلوك الجيش القيادة العسكرية في مصر المجلس العسكري ويبدو لي أن أجبر تهديد الديمقراطية المصرية لا يأتي من الأحزاب الإسلامية التي فازت في الانتخابات الإخوان أو السلفيين بل يأتي من المجلس العسكري قول أن نتيجة التخابات لا تمثل الرأي الشعب هذا أمر غير مقبول هذه محاولة من قبل الجيش للتأكد من أن امتيازاتها محمية وأن في عملية صيغة الدستور وهذا سيكون له تأثير ضار على تقوية الديمقراطية في مصر ولكن لا أظن أننا علينا أن ننتظر أربع سنوات حتى نعرف نتيجة هناك نضال برز بين الإخوان والجيش وسيصبح هذا النظام مركز السياسة المصرية في المستقبل وسنعلم كيف يتم حل هذا الأمر في المستقبل القريب بدي تابع الموضوع المصري إنما بعد استراحة وسوف أعود إلى أرون ميلر بالسؤال ذكرني به ستيفن هايدمين الآن أنه التهديد هو من المجلس العسكري للديمقراطية أم من طبيعة الدستور الجديد الذي سوف يحكم مصر إنما بعد الاستراحة من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجزء الأخير من الجهات الأربع أرون ميلر بحسب ما قال ستيفن هايدمين أنه التهديد قد يكون من المجلس العسكري السؤال يطرحه كثيرون هل برأيك تهديد الديمقراطية المصرية المجلس العسكري أم طبيعة الدستور الجديد علما أننا اليوم نشهد تباين حتى خلاث بين أخوان المسلمين والمجلس العسكري بشأن طبيعة أقرار وأعداد هذا الدستور أعتقد أننا ينبغي أن نرجع خطوة وراء مصر لم تكن ديمقراطية وليس ديمقراطية الآن وإمكانية أنها ستصل إلى ما يمكن أن نسميه أو نصفه على سياسة ديمقراطية حيث الجيش لا يمارس تأثير غير متناسب ليس فقط على الأمن القومي وشؤون القومي ولكن على الاقتصاد وعلى الحكم هذا الأمر لن يحدث ما لديك هو وضع تنافس على السلطة بين مجموعتين منظمتين الإخوان والسلفيين والجيش من الجانب آخر ولا يوجد أي طرف لديه تقليد أو تاريخ للتشارك في الحكم أو السلطة إذن الواقع بالنسبة لي هو أكثر وضوحا مصر لازالت دولة في أزمة وأقل رفاهية وحرية مما كانت عليها تحت مبارك وليس لديها الأليات والمؤسسات أو حتى القدرة بين من يتنافس على السلطة للتشارك في السلطة وأن يخلق حتى أسس البنيان الدموقراطي في النهاية الكثير من الأمور تحدد دموقراطية ولكن أهم شيء وهو التحول السلمي للسلطة الذي يمكن التنبؤ به على أساس نظام يستند على السيادة الشعبية حيث السلطة تنقل نتيجة لمعارضة سياسية أو انتخابات انتخال حقيقي للسلطة لم نرى ذلك في مصر ويمكن بصراحة أن نقول تحدث ستيف على أربع سنوات في رأي ربما لم نراها الآن حتى عبدالوهاب أنت تخشى تطور بوادر المواجهة بين الجيش والأخوان المسلمين بشأن دستوري اليوم في مشكلة تشكلت لجنة خرج منها الأخوان المسلمون ويظهر أنه في بوادر توتر لا شك أنه موضوع مقلق جدا على مستوى الصراع بين الإخوان وبين المجلس العسكري ولا شك أن موقف الليبراليين الآن أيضا مقلق هل سيدعمون المجلس العسكري مقابل الإخوان المسلمين سيكون هذا أيضا موضوع مقلق من تدور من تطور القوى الليبرالية في البلد لكن في رأيي التهديد قد يكون أكثر من هذا هو عدم الوضوح الضبابية في مسؤولية البرلمان الجديدة ما هي مسؤولية البرلمان هل هو من يعد الدستور هل مسؤولية البرلمان الإشراف على الحكومة هذا موقف الأخوان موقف الأخوان البرلمان ينبغي أن يكون هو المسؤول عن مليد إجاء اليوم المجلس العسكري ويشكل لجنة يبغي أن يكون وهذا يعني ليس هناك وضوح رؤية وليس هناك وضوح آلية عن الاستمرار في هذا الموضوع عندما حصل الاستفتاء في مارس في موضوع الاستفتاء الدستوري لم يكن هناك وضوح أبدا لا يزال المجلس العسكري هو من يصيغ القرارات هو من أقام هذه الانتخابات هو من أعدلها لا يزال السلطة كاملة في يد المجلس العسكري وستستمر إلى ذلك في المستقبل القريب السؤال هو هل هذا البرلمان وهذه الحكومة انتقالية لمدة الأربع سنوات الإعداد المستقبل ديمقراطي في المستقبل أنهي الآن المستقبل هو الآن والسؤال الثاني أيضا هو أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية ماذا سيقوم بين الانتخابات أنت سألت هل ننتظر أربع سنوات نرى أنها الديمقراطية حقا لا إنما لا السؤال هو ماذا سيقوم بين الانتخابين ماذا سيحصل في بناء مؤسسات بين الانتخابين بين الآن والأربع سنوات لا تعتبر أن الدستور الجديد هو مؤشر للأربع سنوات جدا أي دستور سوف ينبطر في هذا ليس فقط الدستور وإنما آلية تعديل الدستور أيضا كيف ستكون هل سيكون هناك آلية لتعديل هذا الدستور بطريقة ديمقراطية أم سيبنى بطريقة لا يمكن تغييره أبدا هناك أسئلة كثيرة ولا يزال الوقت مبكر جدا يجب أن نفقد الأمر الآن أحد هذه الأسئلة يردد الكثير أنه ساعة نقول للجيش أنت ينبغي أن تحمي الديمقراطية ساعة نقول نغير رأينا ونخرج أن الجيش ينبغي أن لا يتدخل في العملية السياسية كيف نوفق بين هذين الموقفين لأن الذي حصل يجب أن نقرأ محصلة سنة محصلة سنة أنه مبارك سقط لم أحد يكن يتوقع سقوطه الكل احتمى في بداية الأمر بالجيش أن يكون هو الحامي للعملية الانتقالية وكان له شعبية عالية واحتمى بحتى الإخوان المسلمين وغيرهم احتموا بالجيش أنا أعتقد الجيش عجز عن أن يدير العملية الانتقالية إدارة حسنة حصلت أحداث اعتداء على الأقباط لم يحصل تضخير لوزارة الداخلية ولا تعديل لوضعها الأمن غير مسترتب فمحصلة ذلك والأحداث الأخيرة في ميدان التحرير أقنعت الرأي العام المصري لا يمكن الاعتماد على الجيش الذي حصل طبعا الكل كان فيه قلق أن البلد ستسير فيه فراغ لكن الإقبال الهائل أكثر من ستين بالمئة نتيجة كانت حتى الآن أربعة وخمسين أو خمسين بس قياسا بخمسة عشرين بالمئة في السابق يعني رقم أضعاف ما كان علي غير اعتيادي هذا الواقع يعني يعطي أن الشارع المصري فقد أمله بالجيش ويؤمن الآن بالعملية السياسية بسناديق الأب بدي أرجع لستيفن ولأارون بنفس السؤال الخيط الرفيع الذي يفصل بين دور الجيش الحامي للديمقراطية ودور الجيش المتدخل في العملية السياسية هل برأيك هناك خط يمكن رسمه لنفصل بين الأمران؟ ليس كأضامن العملية السياسية ولكن كمدير للانتقال بهدف التأكد من أن امتيازاته محمية على حساب الديمقراطية أعتقد أنه في يناير وفبراير ومارس الشعب المصري اقتنعوا بأن الجيش مستعد أن يدافع الانتقال إلى شيء يشبه الديمقراطية أنا لست متشائماً مثل أارون حول قدرة مصر في التواصل لهذا الاتجاه أنا أعلم العقوبات ولكن أظن أن الإمكانيات ربما إيجابية أكثر مما ذكر وحتى في المنطقة رأينا أحزاب الإسلامية مستعدة للتشارك في السلطة بعد الانتخابات وهناك أدلة على أن الإخوان المسلمين لديهم نفس الاستعداد ولكن عندما بدأ الجيش في تغيير دوره من دور المدافع عن الانتقال في مرحلة مبعدة سلطوية إلى قوة تحدد كيفية هذا الانتقال أعتقد أن الانتباع المصري عن الجيش تغير ورأينا ذلك في نهاية نوفمبر في مدان التحرير وأنا بصراحة لا أظن بهذه اللحظة أنه من الممكن للجيش المصري أن يوعيد المزدقية التي كانت لديه وهذا معناه أننا من المحتمل أن نرى انشقاق متزايد بين الجيش والشعب المصري حيث الجيش يصبح أكثر صراحة في تحديد مصالحه في الدفاع عن مزاياه في السياسة المصرية أرون ميلر السؤال الأخير أو الكلمة الأخيرة بشأن المصري قبل أن أنتقل إلى عبداللهاب بموضوع اليمن الحد الفاصل أو الخط الذي يفصل بين دور الجيش الحامي ودور الجيش المتدخل السابق الوحيد الموجود في هذا الأمر هو تركيا في رأييي منذ عشرين أو ثلاثين عاماً لست متأكد أن الوضع السياسي في مصر يمكن يتحمل هذا النوع من الموقف حيث الجيش يمكن أن يتدخل ويمارس سيطرة غير متناسبة لا يوجد انقسام بين شؤون المدنية والعسكرية كما هو الحال في معظم الدمقراطيات الأخرى الحقيقية إذن سنتهي بنا الوضع من أنه سنرى هذا التنافس على السلطة وعلى النفوذ دون وجود المؤسسات الضرورية لتحقيق هذا التغيير وهذا يتعلق بالنجاح في النهاية من يحكم مصر من يتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى استنذاف السياحة والوظائف والاقتصاد وكيف يمكن أن تحصل على استثمارات مباشرة مرة أخرى في مصر حيث الاستقلال السياسي موضع تشكك ومن الذي يتخذ القرارات التي تحكم مصر في النهاية وهذا السؤال ليس لدي إجابة له ولست متأكد أن النظام السياسي المصري سيقدم هذه الإجابة قريبا أيضا أنتقل إلى موضوع اليمن الذي يمكن لديه ثلاث دقائق حكومي جديد في اليمن إنما برأيك أنت حل المشكلة اليمني؟ أم البعض يقول أن التسوية هي مدخل جديد أو بروسس يعني آلية جديدة دخلت بها الأزم اليمنية سامي يعرض لي السؤال هذا يمكن يوميا تفائل متشائم ماذا سيحصل في تسوية أم لا؟ في تسوية سياسية تسوية سياسية جيدة لكن الرد على ذلك أنه أنا متفائل جدا لكن متفائل تفائل اليأس الذي لا يجد مخرج آخر يعني آلية السياسية الآن للتغيير آلية جيدة آلية أهمة فيها في رأيي أنه هناك تركيز دولي تركيز إقليمي وضغط متناسق مع بعض البعض ومرتب مع بعض البعض فرض في الواقع آلية الانتقال من شخص يحكم منذ 33 عاما إلى مرحلة ناعف ماذا سيأتي بعد هذه ثلاثة أشهر هي إلى فبراير الانتخابات مرحلة مهمة جدا لكن هناك فراغات كبيرة جدا كيف تهمش الشباب تهمش كامل ليس لهم أي دور في هذه العملية الانتقالية كيف تهمش الجنوب الحراك الجنوبي بدون أن يكون له دور أو على الأقل رؤية ما هي المستقبل إذا نظر إليه كيف تهمش الحوثيين في الشمال الذين الآن لديهم في مشكلة يوم بين الحوثيين والسلفين على معهد دماج وقتل ويقتلوا يوميا موضوع التهميش هذا في رأيي موضوع يوجد ثغرة كبيرة جدا في إمكانية الحل لكن كما قلت الإيجابية أن هناك الآن آلية أن هناك وفاق سياسي والأقل اتفاق بين حزب حاكم ومعارضة تمثل كل الناس؟ تمثل مجموعة أحزاب سياسية هي كانت نفسها تعمل في السابق مع النظام الحاكم في انتخابات في تسيير هؤلاء الناس الذين كانوا يخرجون بمئات الألف من الطرفات هؤلاء مهمشون النقطة في رأيي المخرج أو المفتاح لهذا كل أن الحكومة الانتقالية هذه تعترف أنا حكومة انتقالية ليه أنا لست الحل أنا مجرد دوري هو جسر لإيجاد شرعية جديدة بانتخابات جديدة في فبراير وآنذاك تكون هذه الحكومة المسؤولة أمامكم نحن الآن دورنا مجرد انتقالي لإيجاد حل أما إذا قرروا هؤلاء السياسيين من الحزب الحاكم والمعارضة في حزب اللقاء المشترك أن يكون لهم دور الحل وأريكم هؤلاء السياسيون الجديدون والحاكمون الجدد فيكون موضوع آريد الفشل لشهر ستيفن لديك بدقيقة رأيي بالموضوع اليمني أنا أيضا قلق حول هذا الانتقال ومصير الانتقال هناك عناصر كثيرة تساهم إلى وضع على مستقرار على مستوى عالي في الشهور القادمة وحتى بعد انتخابات فبراير وعلينا أن ندرك هو أن الأزمة السياسية تنتقل خارج العاصمة وهناك فراغ سياسي في كثير من أماكن في اليمن من الصعب التعامل معه في المستقبل وعلي أن أقول أنني أعتقد أن حتى لو نرى انتقال ناجح وحتى لو كانت هناك حكومة يمنية جديدة ستتعامل مع القضايا التي تتحدث علىها عبدالوهاب ستتواجه هذه الحكومة تحديات كبيرة في فرض سيطرتها على البلاد في المستقبل يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة أنا أشكرك ستيفن هايدمان وأشكرك عبدالوهاب الكبسي ليث كوبا كما أشكر من واشنطن أرن ديفيد ميلر أعزائي المشاهدين نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الجهات الأربع على أمل أن نلتقي معا في حلقة جديدة الأسبوع القادم تصبح هنا على خير ترجمة نانسي قنقر